كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تبادله لوجهة النظر مع الرئيس السنغالي ماكي سال بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وأكد الرئيس السيسي على الاهتمام منصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القالة الإفريقية بما فيها منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي فضلا عن منطقة يا صاحل الإفريقي مؤكدا استعداد نصر لدعم الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف كما تبادلنا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة حيث أكدت على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة بما فيها منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي فضلا عن منطقة الساحل الإفريقي والتي تشهد تطورات وتحديات متشابكة نظرا لتفاقم وتمدد الجماعات الإرهابية وأكدت على استعدادنا لدعم الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير برامج التأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة وكذلك مؤسساتها الدينية العريقة وذلك لإعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل الذي تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب